موسيقى مساء الخير أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سؤال محرج مباشرة عبر صوت بيروت انترناشنل البي سي انترناشنل وصفحة بيروت سيتي على فيسبوك أذكر كما في بداية كل حلقة أن كل ما سيرد على لسان ضيفي هو على مسؤوليته الشخصية ويمثله شخصيا ولا نتبنى لا كمنصة ولا كقناة ولا كفريق عمل ضيفتي لهذه الحلقة هي الزميلة رشال كرم خصوصا بعد الموقف الأخير الذي أعلنته رشال باستقالتها من قناة الجديد بالإضافة إلى مواقف ومواقف ومواقف رشال مساء الخير مساء الخير لإلكتوني مساء خير كمان للمشاهدين أهلا وسهلا شكرا على الإضافة هذي طالتك الأولى على ال ال بي سي لا أطالة قبل مع هشام مع هشام مع بتحلال حيات بي أكتر من بروغرام طالع على ال ال بي سي تعمل بعض عم بيقول لهم رح يكون إليك طالت قريبة على ال ال بي سي ممكن ما حانا بيعرف أنا من مقررة تأكذب عليك ما بيكذب تأقرر لا بس أكيد من خيارات الأساسية هي ال ال بي سي تمان مثل عادي ننطلق بسؤال محرج بالشخصي سؤال محرج بالشخصي بدي شوف أنا ويكي تغريدي صغيرة بناء على هالتغريدي اللي عملت مشكلة كتير كبيرة وتعرضتي لهجوم كتير كبير هو بتقولي حمد الله بعد 21 سنة من الظلم بزمن السوريين حرم والدي من رتبة العميد المستحقة كغيره من دورته فحصلت تسوية إدارية وعاد حقه الأهم ليلي عم بيجرب مرك الوالد متنازل عن حقوقه المادية كاملة ومع مفعولها الرجعي ولم يكلف خزينة الدولة ليرة لبنانية ولا ليرة هيدا طبعا بناء على القرار الجمهوري خلينا نقول بإعطاء رتبة عميد إلى العئيد ميشيل كرم العئيد بأمن الدولة سحيح رئيش رهيزة من الدولة لجبل لبنان سابقا وقيل هون إنه هيدا خارج عن القانون وهيدي تسوية لأنه ميشيل كرم هو عوني وتحملت أنت أعباء كل هذا الموضوع من هجوم عليك على السوشيال ميديا أنه أنت البت نادي بالحق وبالديمقراطية وبكافح الفساد قال وبكافح الفساد تفضلي الفساد ببيتكم والمحسوبيات نعم فقالوليك تفضلي الفساد ببيتكم هلأ أنت تفرجين أن نجد قلبي فرح بهذا المرسوم ياللي إذا نحنا توني عم نعمل الساورة أو نحنا عم ننطفد وعلى الظالم مش على المصدوم وتب شوف مثل هيدا التويت في زمن السوريين وبتذكر النائب المرحومين وهذا سعيد نعم بالألفين بس تولي عند الرئيس إميلا حود تتقله بدنا نرشح الصبي صبي كان يعني ابنة يلي هو النائب فارس سعيد يلي هي المرأة الوحيدة يلي نائب فارس سعيد عامل نائب هي بالألفين على أيام السوريين بلايحة السلطة لكان الجورج فريم ونحنا من نفس الضيعة فكان في أنا فخر بالنسبة لي مش عادة فخر بالنسبة لي أنه هذا المرسوم كان ممضي قبل من من رئيس الحكومة الآدمة سعني ملحوس من وزير المالية القانونة جورج كورم بس وصل عند الرئيس إميلا حود وقف بطلب من النائب سعيد وبضغط من السوريين طبعا هذا وانكتبت سعني أقول لك يا توني مثل هذا الموضوع بعد واحدة وعشرين سنة الضابط الوحيد بكل جهاز أمن الدولة هو المؤسسين أمن الدولة ما يخد حقهم كاية بيهدوا المحسوبات لليوم نحنا عم ندفع تمنى وقطع لي وعرق لي ومتمطع لي وإلى ما هناك وتدخل السوريين بوقتة وبمجز الشورى وقصة طويلة بمبسط وبرتاح كثير على هذا المرسوم أما مسألة العونة هون العالم كمان ليش بقلك أنه الناس حبيب تحكي بأي معنى تيمشي هذا المرسوم توني بدك أول إمضة أول إمضة من مين وزير المال تيمشي المرسوم وزير المال وزير المال لمن تابع اليوم حركة أمل لكان بطلع أنا وباية حركة أمل إذا بهذه الطريقة هو حق وزير المباية متنازل عن كل مصرياته المعنى والموضوع لأنه إذا القدم بها البلد إذا القدم بها البلد ما حيخد حقه ستين سنة وسبعين يوم يعني بتعتبر أنه هون ما في فساد في ظلم طبعا في ظلم والرافع عن ظلم والحل لك شغلك بس أنت حملتي للنائب الراحلي الله يرحمها لماذا لم أخذ الرتبة بوقته طبعا كل بروموت عبولته أخذت الرتبة إلا هو عبقلك الزابط الوحيد بس ليش حملتي لنهات سعاد لأنه هي كانت لطلعت عند الرئيس ميلا حود وطلبت منه مين قال لكم أنه هي طلبتها؟ معروفة ولا تحليل؟ لا مش تحليل معلومات مش سر الموضوع وتعرقل بهذه الطريقة لأنه كان باي بيترشح على انتخابات بالألفين وكانوا فكروا إن إذا ما نعوه حقلك أكثر توني لو بوقت البابا مش متماهن بدون تعرف كنت طلع قالوا له يا ميشيل شو بدك بهالشغلة؟ قالوا بيطلع برتبة عميد مع مستحقات لواء تخيل وين بعد المساريك ممكن ترون؟ قالوا بيطلع أنا مش مسألة مساريك لا أنا بيترشح عن تخبيرتنا نحن حابين ناخده من الناس تخبير خبرية أخيرة بهذا الموضوع وقتا من بعد ضج كل شيء اللي صار وأكيد تحملت ومتعودين كأشخاص من التلفزيون وطلعنا عم نحتفل بالبيت غمرته عم ببكي قلتوا بابا بيطلع لك شغلة أنا بدي أشكرك على كل شيء قلت له لا أنا إلى عشر سنين أنا أعكيك هلا إلى حد عشر سنة بيسألوني كرم وين بقلوا كرم أرتبة شو بيقرأ بك العقيد كرم بقلوا من الضيعة دايما بحب لهم بحب إذا الشخص يؤيبني على شخصي مش على بنت مينو بنت مينو ببنت مينو ألا هناك ببير شو حكو عنه هيدا 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 نظيفة كذا 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 اختيار محرج اختيار محرج رئيس مشي العون السيد حسن نصر الله لكل شخص إيجيبيات والسيد نصر الله أكيد ما فيك تنسيله كثير من التضحيات ومن المقاومة مع العلم كنت تفضل يتلبنا أكثر الموضوع حزب الله بس ما فينا ننكر طبعا كل القوة والشو قادر يفرض كمان بهذا المرحلة العماد مشي العون بتصدق بتصيب شبهه للرئيس بشير جميل بأي معنى الرئيس رئيس بشير نحنا من قلله بشير كان حلم وما ما قدر انه يحكم الرئيس عون حتى عامل رئيس بعده مقول لو اجا بالتسعين لو اجا بالالفين وخلصة برأيك انكسر الحلم بالوقت اللي اجا فيه مشي العون للرئيس أكيد ما نكذب عبادنا توني قدرش العالم متأملت وقالت لا يلا بركي بكون وفي عالم تاني كمان بتقلك بهذا الظروف اللي عم نقطع فيها لو ما كان العماد عون هو رئيس جمهورية تخيل معي لو الرئيس 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 السابقين ما رح اقول لك أنا إيس كمان كيف أمورك ممكن تتعاطى فيها بشكل آخر كان برأيك وصلت الأمور لهون لو كان في غير رئيس برأيك حكموا البلد بنفس الظروف وما وصل البلد معون لهون لأ ما انت بتكون عم دور اللي شو بقوله التقليت البيض أو عم عم تقلي شيء أو عم تطبخ شيء ما هي عم تحترق لعدة لازا احترقت اخر لحظة ما انت ليه ما طفيت قبل ليه ما رواقت قبل يعتبروا ان تسليم البلد لحزب الله بهذا الشكل اللي سلموا ميشيل عون لحزب الله هو اللي أوصل لبنان إلا ما أوصله يعني أوصلوا إلى العزلة الدولية أوصلوا إلى ما بشوفوا بهذا الشكل هذا لا يعني أنه حزب الله ما أنه جزء من المشكلة طبعا هو جزء من المشكلة يعني ما بقى نقذب على بعضا بهالموضوع ولكن هو جزء من الحل أما غيره هو جزء من المشكلة بس ما أنه جزء من الحل متفضليه بعبدة ولا بالرابية؟ حتش أزليه؟ لا طبعا كلنا منفضلوا بالرابية بالرابية أكيد بس ما بيعني أنه بالقصر أنا لو محلو عن جد كنت بقلو بالطولة بالعرب اللي مشاب رح بقلو بالطولة وعلي وعلى عداء كيف؟ شو بدي يصير ماكسيمو أنا كنت اكتبه مرة تويت وشاكت أنا ما دفوت قوف سمك شوف تراح إعلام في ناس شعب معك حتى تضييق الجنائي بينه وبينك طيار وطن الحل هو الأدى مقتنع بالتضييق الجنائي ليه ما بينزولوا بيسكروا الطرقات ليه ما بينزولوا بيتظاهر وما تسكر طريق ليه ما بيضغطوا بالمحل الصح بس على تويتر ما متلكون متل السورة بهذا الموضوع كلنا بدنا تضييق الجنائي مين اختارتي بس معرفة بها الحالة بتصور سيد ناصر الله بيقدر يلعب دور بالوقت الحالة لربما أكثر اختيار آخر شامل روكوز نعمة فريم نعمة فريم نعمة فريم ليه لحقلك ليه كثير مواجبة فيه مع انه ما بعرفه شخصي ولا مرة ملتقيين بيعني ليه اكيد ما احترامي للجنرال روكوز بس برجع بقلك بروح على الأفعال أنا حنا كثير براجماتيكي والنائب نعمة فريم بالصناعة اللي بيعملها وبالأفكار اللي بيطلع فيها وبالتحشيط اللي بيعمل فيها وهيد الهيلي بحب يكون موجود بالبرلمات زعجك انه شامل روكوز قلب الطولي متما كنتي عم تقولي من شوي على التيار الوطني الحر على جبران بيسيل على رئيسه أنا ما ما لا يعني لأ هو هو بيعرف خياراته لربما كان هذا الموضوع زي عشو من قبل بالتوقيت بركة كان بهذا المحل بس كنا بنعرف انت عونية انت عونية مش ما بيتموكي ولا بنتخبون طيب ليه العالمين فكرة انك انت عونية اي عاد وفي منه بفكروني قومية وهلأ في واحدة شو عومية اي في واحدة هي كمان وفي منه بفكروني شو يوعية هلأ مش مزمان حدا كمان كاتي انها شو يوعية تائبة وفي مرة فكروني مع الكتائب لانه سؤلت شي وحكيت عن كتائب يجيبك توني اي اي انا مسيحية على الهوية صح وهذا شي كتير مزعج انك تكون حدا بيتلع التلفزيون فقط لمجرد انك مسيحي بدك تصنف بدك تعلب خيمة على البنة بيان من شو بدا تكون يا كتائب يا قوات يا مرادة يا عونية واضح مش مرادة وكتائب ما كتير بتنحكي لانه ما انهم كتير موجودين بركة على السياحة بالسياسة انتا نحكي فيون سو عندك قوات عونية اعم بين متحرك تكره القوات يعني عونية لا ما بكره القوات يا ما كيت بقساس ايجابية عنه للقوات اختيار اخر رياض سليمي سليم سفير يا لطيف هيدا متل وقتا بانتخابات المتن سألوا حدا ميما كنتخب قالوا كاميل خوري قالوا لي قالوا لي انه بعرفه لا امين جميل فمشكلتك لا اذا ولا بد بروع سليم سفير اذا ولا بد عسليم سفير انو زلتلك رياض سليم مع رياض سليمي يعني ما عندي عندي رجولين قدامي ليش ما بروع على رياض سليمي لانه يعني سليم 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 سفير عفوا يعني لجنة قديق له عنديك مصاري بالبانك بتادي ما كتير ما كتير نزعجت من مسألة الدولار لان انا كنت مؤمنة بالليرة سكوتي عملاتها تذكرني بالموضوع ايقلوا بيقلي ودي عطينا عشرين دولار ايقلوا لا قتينيها ثلاثين الف لا كنت مؤمنة وبعدني نوس نوس الا ما بترجع امور الله يسمع منك فازا بين رياض سليمي اذا ولا بد سليم سفير مع اقالته لرياض سليمي مع محكمتهم قبل اقالتهم طبعا اقالتهم لحالة ما بتفيد تعريف المشكلة كلها عم بيقدموا استئالاتهم بصيروا ابطال لمنهم ابطال سفيرة تريسي شامعون مثلا انه قادة من استئالتها صارت بطلة اي اعتبار احزاب قادة من استئالتها من الحكومة صاروا ابطال اعتبار انه ما بدل تكون شاهدة تزور على على السلطة الحيك مليون بلبنان عنين عم نحكي على تريسي تاب ان عملت الثورة بسبعة عشر شنية افين وتساتاش انتفضت يعني اذا بدت انتفضت كنت انتفضت بوقتها صح بش باطع اساس بدت تشكر حكومة حسانة دياب بتعمل كنت وزيرة خارجية من نصر هيك التياق هون هون اي بس هي كمان هون وكانت بعضها وزيرة وكانت بعضها سفيرة ولا يا عوبيان بطلية لا ليه بتكون بطلية بشو انو قادمة استئالتها من مجلس النواب لا مش هيك انا مش هيك اشنقنا العام لا انا بحاجة بحاجة لبولا تكون جوا وتعرف تضغط بالشاريع كان معنى الشاريع كان معنى سواتعش تشلين سامي جميل ونفس الشي ما انه بطولة تقدم سيئالتك بطولة انك تبقى وتعرف كيف تجه توني اختيار اخر ابن ضيعتيك الدكتور فرس سعيد لا زياد حوات نائب القواتي ايه بشاتير لا زياد حوات اكيد ومبركي يكون من تخبطه ما بعرف مين بيعرف واحدة لحالي انا والسندوق طبعا زياد زياد حوات اسبت معقولة تكوني من تخبي زياد مش سموة برمية ممكن كتير جايد يا جايد جايد كتير مش هيك عم بقولك العالم بدي انا بك هلا اكيد هلا عرفتك مش من تخبي يا فريس لا لا اكيد مش مش مع احترامي لشخصه طبعا لانه في خلاف عائلي يعني مش عائلة انا ببلغ نحنا ارتبة نحنا فرد ضيعة اكيد بحترموه جدا ما في علاقة هلا انتو ايه احترام كامي هلا ما في عليا لا مش عالي علمي يعني اذا لتأيتي انتو فريسا طبعا انا اكيد ولو احترام ما في حدا انا ما فيه سلام وما فيه احترام سامحكيك بالسياسة وبالفعل على الارض بالفعل على الارض فضل زياد حوات اكيد اثبت ببلدية كنت بحب اكتر بالنيابة انو نقدو نعمل نشاط اكتر بالجبال لربما الظروف ولكن كاركتر بشجع ان يكون موجود اكتر بالمجلس النيابة بمثل زياد حوات اختيار اخر ثورة سبعتاش تشرين ثورة اربطاش ادار اي ثورة بتفضلي ثورة سبعتاش تشرين على اربطاش ادار طبعا لانو ثورة اربطاش خيماليش لك باللاقي اللي هي اربطاش ادار انا كنت اول سنة جامعة تونية نحنا ونزيمتها في جماعة كلية الالام بالجامعة الابدنية قواته عونية وانا كنت القومية على اساس هيدا من المزمجات بتذكر نهارتها انه يلا يلا ما ننزل ننزل لوين على ساحة الشهداء وعلى هيد التظاهرة انا ما بنزل استغربوا كيف ما بتنزلي ما ننظهر الاحتلال السوري احتلال السوري شيروا ازيني ببيتي اتبه اذا بدي احكي ببرسونل بس ما بحياتي بتعطي بطريقة بدي انزل طيقته في يمين لكي انه ازلام السوريين بدوا يحكون بالسيادة وبالحرية وبالاستقلال حريتي وسيادتي واستقلالي انا بعملها بدى انزل طيقته فيي مين من اولا مبايلي مستغلة من اولا يعني قبل ما تبلش مين مبقى مين لبنان ما كان بدوا ان يخرج الاحتلال السوري هيدا شي اما مين بديو يخطب فيه بيعنيلي بثورة 17-30 اهميتها بعدين اكتر مين خطب فيكي بثورة 17-30 مين خطب فيكي بثورة 17-30 ما هي المشكلة انه ما خطب حدا فيي ولا تنظميت ولا عرفنا نضغط بالمحل ولكن لحظة 17-30 لابد من بكل سيئات السورة انت الشيوعية تائبة كما قالوا لك اي ممكن برأيك مش الشيوعية خطفوا ثورة 17-30 كما يقال ما حدا غير مبال ايدوا بـ 17-30 الكويت الاشتراكة المستقبل النهائي اللي بقيوا على الارض لا 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 انا ما بشوفها بالطريقة لا 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 ما بشوفها بالطريقة هناك جزء من اليسار موجود بالثورة ولربما اليسار هو الوحيد اللي منظمتوني بالثورة او اللي عنده مشروع اما الطرف الثاني احدهم مرة بحلقة على قناة الجديد قلت له انا كيف قال لي بلما ندعم غادعون القاضي غادعون هنا خط خط احمر مجموعة خط احمر اللي بتدعي عدده اين بلما نبلغته كيف تدعمه بقلبي 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 مين قال يسار خطأ ومين قال يمين منيح انا بيعني لي لحظة 17-30 وهذا اللي بتعول عليها هالكسرة الخوف وهالناس اللي استوعبت ما بقى في السياسة يتعاطى مع الناس متل ما كان يتعاطى معهم قبل بعدنا بمرحلة البلبلة نعم انتي قلت هون ندعم غادعون انتي مع دعم غادعون ولا كان مفروض ان تقمع غادعون باللي كانت عن تعمل لا كان مفترض ان تراقب وتدعم ومتى اخطأت نجلده مش بس ننتقدها نجلده اذا مش نحنا تونيا اللي منعتبر حالنا بحكي عن حالي اكله بتصور حضرتك اكيد منن يعني عن جاد ما نحب لبنان وبدنا نوصل لنتيجة اذا ما نضلنا بنكياد اه عونية لا ما بدي طيب ماشا الحال هي عونية وما بدي طيب بكرا القادة على إبراهيم اللي هو محسوب على الرئيس بره وملف الطاقة معه اذا بكرا طلع وقرر يحكم بشي انت كيف تشو بتعمي ساعتا اذا ايدتوا لهذا القادة ما هي المشكلة انه وقضاء تبعنا موزة حسب التسيس مش نهيك بالموجود بدك تجود وبدك عم ترقب لهذا القادة ليش انا قلتلك بترقبها تدعمها بس تغلت بتجلدها بس مش دغري بدي احكم عليها لا كمان اختيار يا لطيف يا لطيف على شو ديما صادق علي مرتضى مين تختاري بختار ديما مرتضى اف ليه بيشبهوا بعضهم بس خلينا نخبر في اشكال انت وديما لا اللي صار على الهواء اه لا لا ايه اوكي بينا نشوفوا لهذا الاشكال خلينا نشوفوا هدا كمان تنتقدني اذا انا بدي احكى عن امي اولاك لا انا بدي انتازينه بسياسي اه لا اصلا انا بدي انتازينه بسياسي اه لا اصلا انا كتبت وقلتلك انه الله يشفيا وبس شفتك اترك حمدالله على السلامة بس انتقلينه ان انت مكن بديك تحقشيه انه بس برايف وانت بتعرفي جيك شاككيلي بنيت بحياة الشخصية يا رشان انا عبقول انت بمجرد ما كتبت لا ما تقليلو لا ما تقليلو مش مقبول مش مقبول تمانا عم تقلينا انا قطيت تويت برايف اكيد حياتك الشخصية بس رشاني ما تدخلت بسياسي ما تدخلت بحياتك الشخصية ديمة 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 طالبينك علي انا مقلتلك عب نقشك بحياتك الشخصية هذه ديمة علي مرتضى كان الاشكال معه لا اعلم ما هو دليل الصحفية على انني فاجر واساسا لا اعلم كيف يقاصل فجور ولكن اخبرينا ما هو سبب العميق الصحافي الذي يدفعك لمتابعة حساب ومثل اباحي سوري انت كنت متابعة حساب ممثل ايه بعدني بعدني ارجوكم ما بقى حدا يغرد بهاشتاج الدجال رشاد ايه كثير حلو سؤاله ياريت بيعمل نفس الشي علي مرتضى لانه بس كنت بالمانيا كنت عم بعمل تدريب مع تلفزيون الالماني كنت عم بعمل بتصور لبرنامجك كنت حقامل تقارير معينة فكان في كثير من المواضيع وكان وقتنا مسألة اللجوء السوري يعني هي عم بحكيك 2015 أو 2016 فكان هيدا الشخص اللي هو أنتونيو سليمان سوري راح وكان نجم إباحي بأوروبا وكان كثير مشهور بأوروبا وكان مطروح كثير بالجرائد فعملت له فولو وبعدت له جعت مساج وتواصلت معه رجعت على الإيميل كمدا عمل معه مقابلة ولكن هو ما كان بألمانيا رجع حكينا قال لي اذا بعدك موجودة بألمانيا انا ممكن يكون رجعت وهيدت لهي القصة كله سوا فانو تبه تبه انت لحظت انو تنيناتون ليش قلت لك تنيناتون رحوا على الأمور شخصية انتبهت انت لحتماع ديمة على الشخص هذا يقول لك ايه توني انا معلوم بالجامعة وبعطي ترينيج وبعطي وايكشوبات ومن مرين كيف تحتالي تمغمغ الموضوع كيف بتصير انت عم تخده عم حال ومش هو الأصلي يعني قطع ليه بالشخص مشو حياتك بخيات الشخصية هلا انت بتحكي شخصتك بحيات بضيع الدنيا بتصير انت مرتدخل وانا انت تقول لي بالك انا مش هم بحكيك موضوع الشخصي بس كل المسألة انو نحنا اشخاص نطلع التلفزيون وتخيل معي توني انت هلا انا قادة بوجهك وانا بقلك ايه عملت تويت انو انا انسيت شو كان عن قصة امه انو ما بقى تقذو امه لانو انا ما بقى بحمل او شي الله يرحم امه عموه يعني امه وبنته نعم بنته يمكن لا ايثنك اما وقتك كتبت شي انو بليز ما بقى اكيد انو بليز ما بقى تتعرضوا لامه لانو نفسيا ما بقى بتقدور وايلا ما هناليك نيح هذا حر طبعا شوي بقى تقنعك او بدا تقول ديما انو هي كنت حطيتها بس للاصدقاء ليش الاصدقاء هني عبيتنمروا عليك بامك ولا انت انت انا انا اليوم عبيت تويت على تويتر وما هيلا الاصدقاء ولا هيدا قصد بلغ كيف ليش نو بس اكيد ديما خوصي في الحلقة وجعنا حكينا واللي حكينا من قبل بين ديما ومرتضى مين لا ديما اذا ولا بد ايه ديما صحة يعني ايه لا ليش مش علي قال لي يحميم قال لي يحميم واضحة قال لي يحميم بينهم ما ما بعرف بلا ابدا مش علي مع انو علي حدا انا بعرفه كنت على السعيد الشخصي عن جد كان في كتير احترام انا هلا اذا بتقلي راشال صدقاء انا عن جد بيحترموا لعلي ابدا ما عندي مشكل انوية هو هلا اعمل بلغ بس تصرفه معي فوقا هيدا كان شي كتير سخيبة انا هيدا او مرة وشوفا هيدا التويت بس لو سأل لو صحافي هو مضبوط كان سأل لاش عملت له فولو واذا بيقدر يصلوا يعمل معه انترويو ما في مشكل كمان اختيار جزاف عبو فاضل هشام حدد لا هشام لا هشام اكيد مع انو هشام اذا بدك لا لا في كتير حزيزيات انا بقول عطيبة عطيبة قلب يعني عاش موسم كامل هشام على اخبار راشال واذا بدك كان يقلو كمان فضل كتير كبير بتسويق خليقلك شو كان كان هو ذاكي قدر لقط اللحظات اللي انا كنت عم بكون فيها بالتغطيات وبالمقابل هو كمان بعتلي فيها واتساب ما كان يقدر قال لي راشال انت بالنسبة لنا مضمون اذا ما حكينا عنو الناس تسألنا عنو وهذا كان يصير حتى توني ع تويتر بواتا كان البرنامج وين فقرة راشال فهو قال لي انت كمان بالنسبة لنا اذا ما حكينا عنيك بالعالم تسألنا فيلم سينما انا ويا اكيد جوزاف أبو فاضل ليش اولا جوزاف أبو فاضل حكي بموضوع البابا ومش دريان بالخسة كان يعني انو بك تقوس على العماد مش العون قوس بدك تعمل بدك ايه مع رئيس جمهورية عندك تار شخص انتويع مول البدك ايه بس وعا معي مش معي مش عبري اذا ما بتعرف الملف مظبوط ما تحكي فيه كرميل صورتك جوزاف مش كرميل شي تاني وانا ما حكيته ولا دقيته كرميل صورتك اختيار اخر ايك مالله صورة منقين للا كرمة ليه عم يبضل تتحك كرمة منقين له هاي الصورة كرمة خياط مريم البسام بحبهم اثنين ايه ايه انا بحبهم اثنين ايه 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 بس بديك تنقى بدي نقى شوف انت بارك هم تقليلي انا بلحق قلبي دايما شوف مريم هي اللي اللي انتبهت لي اول شي كمان حق يقال بهذا الموضوع ومريم اللي بتختلف فيه عن كرمة مريم اللي ما بيعرفها داعمة رقم واحد لفريقه صحيح مش معقول هالمرة يعني قديت عرضت لقصص ايجابة او سلمة على السوشيال ميديا توني احيانا انا يا عم شو قال جبرة تفوت بالمشكل يعني تقلهم انه لا راشال واحد اثنين ثلاث ايه ايه انا بشهد لها المرة يعني ايه عن جد انا ويا ما تبعتلي على الواتساب سيكون بتعرض لحملة خليك قوي متما انت ما تعتليهم مريم هي اللي انتبهت لي وما بنسوك قلت لي ايها بس قدمت سيقالتي قلت لي بس تعرفة انه كيف بدلج بالصحافة جديد ما بينسى بعد الجمال بعد سنتين ما كانت بقناة جديدة او ثلاث سنين كنا عادين انا واحدة زميلات وداليا اذا لم انا غلطانا داليا احمد فبتقول مريم بتقول بتكون لكم رأيه بكل حدام من المراسلين وانا قاعدة وعمل لك ما كانت علاقة بمريم يعني هالقدة متطورة قلنا نحنا ايه قلت لي انت البطلة بقناة الجديد انا استحيت انه وقوم بلوس قدام زميلة يعني مع اني كوحة يعني لا بس صعبت استعدي وانا هيك تلعت فيها بتقول بتقول لي انت حدا تحيش كتير بس انت حدا مسؤول كتير قلت له هايدي صفة كتير ضرورية عند الصحافة بس منها موجودة انت عندي كيها موجودة بقيت براسة لاني خبرتينك هايدي عن مريم لا تختاري كرما لا كرما كانت علاقتي فيها كنت هي تقول لي you are my sister انت اختي هي كنت تقول لي هيدا الحديث وكرما وسقت كمان بشكل كتير كان في كتير ساقة بينه وبينه وكان في كتير بس كانت محصورة بالتلفزيون على مدى عشرة سنين كانت محصورة بالتلفزيون رب نقي ورايحينا ما بعرف لا لا كتير صعبة عن جات صعبة تونيا لا اختار مريم الخيات يلا ما بقدول واحد قال لي ما بقدول اتناينيتون كل واحد الشي هيدا دليل يعني مش انت يعني هيدا هيدا الخيار ما بيشبه رشال لا بلا بيشبه رشال بيشبه كتير لان اتناينيتون بحبونه بحترمون وكان في كتير ما عم بنقول ما قل لي انت كرمل شو يعني بيختار لي الاقرب لشخصيتي الاقرب صحفيا المديرة الاقوى ما قل لي كرمة ما قلتلك ما قلتلك مريم 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 لا لا بس مريم مريم قصة ما بعرف ما بعب تسألك بس لقلبي كرمة مع العلم مع العلم انه مريم تفاجأت باستيقالتي ما كانت عارفة وقلتلي شو ساير شو فيه وكذا وهيك كرمة كانت تفهميني وان انا فليت اخيار اخر سمر ابو خليل جورج صليبة لا سمر من يصلح لان يكون صورة المحطة السياسية ببرامج سياسية سمر او جورج جورج كان بفترة طويلة يعني عم نحكي عن خمستاشر سنة وعن جاد عمل اسمه بهذا المكان بتحبه او ما بتحبه بتحب حواره او ما بتحب حواره وهذا بيرجع ذوق بس جورج من الاعلميين انت وانا منعرف قديش هذا محترم على شكل طبعا هلا بطريقة الحوار ممكن نتفق باحيانا ونختلفه ولكن انا بفضل طريقة حوار سمر اختيار اخر ليلى عبداللطيف مشي الحالي انتي على فكرة لحظة انتي على فكرة بتايمني لا مش مهمين بس بخدهم بعين الاعتبار بخدهم بعين الاعتبار عندي حشرية فيهم مش انه هلا انه اذا قلي لا مش هلقات بس ايه عندي حشرية وبعرف انه الانسان مين بتصديك اكتر ليلى او ميشيل يا الله عليك يا توني هلا تبق ميشيل شفته مرة لانه متنبق لي على الهوى بوقتها ورجعت التقيت انا وياه ماذا تنبق ليك؟ وصدقت معه انه فيلي من قناة انشاء اه وتنبق ليك انك فيلي اوكي لا بشي كان شنا على تفاصيل ليلى وصراحة ولا مرة صار شي شخصي انا وياها تحتيلي اعرف اذا بتصيب معي اقل ولا لا بس لا انا صراحة بعرف انه في عالم عندهم قدرات اكثر من غيرهم هلا بتقلي بين قدرات وبين شوية معلومات وبين شوية مخابرات لربما ولكن انت مين بتصدي اكتر؟ بالقاوين الاخيرة ميشيل حايق بس ليلى عندك متوقع صراحة انه كمان بيستوقفك ماذا ينتظر رشال كرم بعد الفاصل من اسئلة محرجة ومواقف محرجة ابقوا معنا دائما عبر البي سي انترناشنل صوت بيروت انترناشنل وصفحة بيروت سيتي على فيسبوك تركت الجديد بسبب وهيك كنت النهاية تصلوا فيك من الMTV البي سي تصلوا فيك اللي كتبوا شرب الخليل وهناكي فيه انه انت رايحة على OTV بيه حاولوا يترضوك من المكان ليه بيطلع مباشر بيطلع اخر شيش اختي الجديد بيخرتش وبيتقوس بيطلع مين كانوا هوا؟ ومرة ايجا حدا بدي يخطفنا أنا والمصور قلت له انت سلفي وانا بنت اكتر من هيك ما فيك تقرب كل مرة بيتلع على الكاميرا ما بنتم علي لحظة شو بش عين يا اختي طولي بيرك علي انا احبت وراك على مخابرات الجيش بيدين تاكي يسحبوك اهلا بكم الجديد نتابع هذه الحلقة من سؤال محرج مع ضيفتي الزميلة رشال كرم ونصل الى فقرة سؤال محرج بالسياسة السؤال تركت الجديد بسبب تهجمك على رياض سلامي على الهواء من دون معرفة الادارة اعتراضك على مهاجمة القناة للرئيس عون ولجبران بسيل الوضع المالي بالنسبة لالك بالقناة عدم حصولك على برنامجك الخاص في المحطة لغاية اليوم ولا واحدة الاقرب لالهي الرابعة ولا اكيد لا تهجم على رياض سلامي بالحلقة الاخيرة توني انا لا اوضح هذا الموضوع انا قدمت استيقالتي قبل بربع ساعة من ما تكون حلقة نهار الجمعة اللي هي صار فيها تهجم على رياض سلامه على البقية انا اصلا كنتم قدمت استيقالتي قبل هاد الحلقة اتنين اعتراضك على مهاجمة القناة للرئيس والجبران بسيل ابدا فيهم يعترضوا ويهاجموا ولازم لمحلات معينة حتى اللي يضال في المراقبة على الرئيس والوزير جبران بسيل بغد النزل اذا كان فيه يعني زيادة عن زوم لما قلي دخلي هنا بدافع عن حالهم وبيعترضوا بيعملوا بالدنيا للوزير والرئيس الوضع المالي الحمدلله لا لانو انا بشتغل اكتر من شغلي خارج قناة الجديد وعم بقدر اشتغل كمان جي بفراش دولار لحتى لقدر استمر واكيد مش الوضع المادي اشتغل اربع وخمس شغلات توني مش مستندع لما عاش قناة الجديد عدم حصولك على برنامجك الخاص في المحطة هي الاقرب ولكن انا كنت دائما مسئلتي وقلت لهم اخر شي قبل ما فل وهيك كنت النهاية اذا بدك قلت له لكرمة نظرتك للامور تختيف عن نظرتك وضعيتك مختلفة عن وضعيتك بما يتعلق بشو هي بالنسبة لها ما كنت ما كنت الاولوية بكل شي عم بيصير يعني ما كنت هيدا الهم بالنسبة لها وانا اكثر او اهم مع انه في شي غريب لانه مرة كرمة قدامي بتقول يجب استغلال رشال كرم يعني استغلال بالمعنى الايجابي يعني انه الشغل اللي عم تعمله رشال كرم والشهرة السريعة اللي عملتها والطاقة الكبيرة اللي عم بتحطها يجب باستغلالها لانه ما بتخدم بس رشال تخدم المحطة يعني هيدا الكلام انقال قدامي وسمعت انا كتير مرات فمشن هيك وقتا ما عدت هي او اقلو بالوقت الحالي الاولوية بالنسبة للتلفزيون لانه عنده بلك كتير ظروف ومصاعب عبيقطع فيها فكرت بحالي وما في شي اهم من مسيرتي توني فمشن هيك اذا اني مش قدرين لا ما رح ضني بنفس المحل وامسا تنضغطي انا لما قدمت استقالتي من الجديد كنت مؤمن انتقالي واستمرتي الى مكان اخر انت تركت الجديد وبتقولي انه ما عندك ولا اي بلان ابدا انك وانك رايحة او لمين رايحة يعني ممكن تطلع وتعدي بالبيت ممكن ايه يعني ممكن بس صعب يعني بلايك بعد 11 سنة توني تقول انه انه اذا انا ما رح لاقي الشي اللي انا بحبه باي مؤسسة تانية او بي انا عامل شي خاص فيه او واطلع برات لبنان كمان مشكلة يعني ولا خلينتو بغراد والبقى اشتغل صحافة بين وبينك يعني فلا بدك تاخد ريس انت بتعمل لاح سريت منهم لقيين شغل او منهم لقيين حظوظ انا ايام ايام ما في شغل كنت اشتغل خمس شغلات شو اللي خليك تقدمي استيقالتك يعني يعني اذا بدك النقطة لطفحة الكباية او شعرة التي قسمت ظهر البعيد شو كانت ياللي عرفت انه انا ما رح يقدر اخد اكتر من ما انا بدي بهيدا المؤسسة بالوقت الحالي ممكن لو نطرتها ربما عرفت انه في اكتر من برنامج عم يتحضر بالمحطة انت ما كان لك بيناتون اي برنامج اذا بقلك انا اخر من يعلم بهيدا الاساس فخياري كان مرتبه تبدي طموح اكبر فرص اكبر تجربة اخرى مع كل احترام وكتبت باستيقالتي كل لحظة من هذه التجربة كانت تستحق المغامرة وبشغف هيك بالنسبة اللي قناة الجديد اللي كتبوا شرب الخليل وهناكي فيه انه انت رايحة على او تيفي شوف انا بدي بدي قول شغلي بهيدا الموضوع وللأسف للأسف وشاربيل مع احترامي لقلو ما بيصير ما بيصير حطت هالخبرية انه انا رايحة على او تيفي وشي اخدنا على الاس بي اي شي اخدنا على الجزيرة على المنار كمان كله منار و او تيفي و اس بي اي وجزيرة ما هني لك الاختلافات من بعضهم يعني كل واحدة يعني جزيرة ومنار ما بتصوروا بيتفقوا جزيرة و او تيفي و او تيفي و اس بي اي مهم وواضحة انه مش مزبوطة و تحية اتصلت بشاربيل خليل شفت وحطتها بعد بعدين انا سيولاري لو ما كان عبيهدا نهاريطة اتصلت فيه قال لي ايه بعرف انه هي خبر مش مزبوط انت بتعرف خبر مش مزبوط ليه بدك تحتى بقلي ايه بقلي ايه بقلي ايه لانه فيك انا اتهمت قناة جديدة انه هني غوغائيين لانه عم بي اوصوا على العهد وعلى ميشال عونه قال لي انه انا عندي انه 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 بتصفح حساباتك معهم لحالك مش عبري ما خصني ما تفوتني بالموضوع لا ما انهن غوغائيين قناة الجديدة انت بتعتبروا انه ايه بس مش حسابي انه انا ما كان له هيدا في الاوتي في ودك بقلي بالمنار و بالاس بي اي و بالشزيرة مرسي يعني شكرا على التوظيفات بعرف حالي وين لازم يروح بعد نعم بدرس الخيارات فيه خيارات جدية اكيد وبرجع بقلك وصدقان عبقلك اذا مش شي انا قلي فيه مصلحة والمؤسسة اللي بدروح علي عنو مصلحة تصلوا فيك من الامتي بي تصلوا فيه بالامتي بي كيف كان جوابك بالوقت الحالي مش زابط تشبه الامتي بي رشال هيدا في انا مني قدرا شوفي بشار الكرم مع لوغو الامتي بي يز워�ط كله كله معقول بس بلوقت الحالي انا من كتير متقبلة للموضوع الالبي سي تصلوا فيك كيف تصلوا في الالبي سيين شو كان جوابك نقعد مع الالبي سي بنقعد مع الامتي بي مع احترام طبع الامتي بي وكاذا طبعا بس بالوقت الحالي اقلوا اولوية او انا كيف شايف الأمور او كيف شايفي ما بشوف مناي قدري اقدمها بالمتفي تونو الى ريبورتر بمحطة تانية كلا كلا يعني انتي مدى حتيجي كمراسري بديك تيجي كبرنامج يعني البدو راشال كرم حتشوف راشال كرم بغض النظر كيف وشو حتشوف راشال كرم يا زيتا ما حتشوفنا بالشينيون هيدا اكيد موقف محرج الموقف الاول موقف 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 الله انت خلص على اساس باعتصام كان بكورنيش المزرعة حاولوا يترضوك من المكان ليه شو كان مثل اي مطقة ثانية بتتعرض فيها وتب كون فيها المواطنين هلقض غضبني للأسف بهذا المحل انت سمعت قاله سمر وهنا تشوف المراسل ميداني قد يكون عنده أعصاب قد يكون ينتظر يتحمل بيعرف كيف يتصرف بيعرف كيف يكتير أساسية لأنه بها الحالة أنا كنت إجازة مهون كمان النكتة كان سبعة أيام إجازة كان ساير إشكال على الجامعة العبد الناصر مهم هلا تحتالي نختصر الموضوع بالمقدمة كانوا كتبين الخفافيش الزرق يعني مريم كنت كتبه الخفافيش الزرق ويبدو هلأ هنا عم بقوله سمر أنا ما بعرف مين كانت سمر عم تقرأ النشرة ممكن ممكن سمر عم تقرأ النشرة أو حدا كتب أو حدا شي على توتر مراسل الميداني منه مكسر عصا ونحن ياما توني ياما تفعته تمان ياما سياسات لمحطة مقدمات لمحطة زملاء تنين ما بعرف شو كتبوا ويتعرضوا أنا لأنهم كنت تواجهت بالأماكن الخطرة أو بالمشاكل الكبيرة ويكون في غضب والناس لا تقدروا تعرف أنت اللي مع 14 قدر ما بيقدر على جماعة 8 وجماعة 8 ما بيقدر على 14 ما بيفشوا خلقون بالإعلام بس لم أطرت كملت هي فلت وقلت لها بتحديك التلع فيديو واحد تعرف ليش توني لأنه ضميين مرتاح ما بيستخدم هدول الأسليب ولا هدول كلمات ولا هيد التعبير موقف آخر لو عن جد جديين ترابلسية وعن جد بينزلوا وعن جد يمسكوا مصبوط بنفتح لايف مش بس من غضة بس نهار أحد تبعت ريبورتر وكاميرا على ترابلس ويطلع مباشر ويطلع آخر شيش على وثان ثلاثة عشرة وخمسة عشر واحد صايرة كتير قبل هيدا التسجيل المسرب عمل لك مشكلة كبيرة انك وصفت المتظاهرين بترابلس بشلعيت هيا سنة هيدا الفين وسبعة عشر او الفين وثورة لا قبل ثورة ما هي ما هون بتبلش اللعبة لا لا هيدا قبل ثورة بسنة وثلاثة شهر يعني الفين وثمنتعاش وانا كتير بيعجبني هيدا الفيديو بجزئية انو تخيل قديش انو انا مصرر بعرف وكلنا بنعرف ليما نكذب ع بعضنا توني ليش بس كانت تسير تظاهرات قبل الثورة كمك شخص كان ينزل مش عشة وخمسة عشر واحد شلعوت شلعوتين توني نحنا انا هيدا يعني بتقلك فركوح فركوحان شخصان ثلاثة انا هيدا ما قلت على الهواء انا هيدا بفويس مع الشخص يلي عم بقل لي انت اعتذرت عنها طبعا اعتذرت على الكلمة يلي اعتبر انو هيدا الكلمة موسيقى اكيد بعتزر لانو هي هيدا الكلمة قبل الثورة عن وضعية للأسف وسمعتني شو قلت لو بينزلوا وكلهم سوا مش نفتحها ومنطلع كلنا سوا منغطى هيدا الموضوع وانت بتكون عبدا تغطى للناس ودك الناس كمان اطلع كاميرا واس انجي ووقت كرميل عشر خمسة عشر واحد تعبير خطأ وطبعا اعتذرت عنو قبل وبدان ما اعتذر عنو ولكن هيدا هي اللي حقيقة بالموضوع واخر انا مرة حطونا على الحيط انا هون مصور حد ابو عمر والمسلح بعيد عني لتريلي مترين بيشبكات رابلوس اعادة عادة خرتش الفرد وصوري هلا على الكلمة يعني بس احتر قولة بيخرتش بقلي لاخت الجديد بيخرتش وبيتقوس صوري قلت على تسبب بس اقولك شو نقال يعني اوكا تشك تشك تقوس اوص اد ما حز حلو انا ما اعتبر بعتبر انو مارشربل والعذرة حميينة ما تقولي على الضرب تلع ضرب بايل فاقش اخرتشو مرة تانية زادتو ساعتا للشباب كل حواليه على الارلو شاهم بتعمل ما شاهم بتعمل اوف يامو يعني لو صلع على الضرب كان اكلي اي 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 كنا 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 متنا توني صدقنا بس هاي بالالفين واربتاش كمان تنوضع هاي دل حد ساعت افرق اربتاش وصار في خمس سواني سكوت بوقتا بتذكر تلات بحالي ودقات انو بعدنا عايشة دقات بابو عمر سعد الدين الرفاع المصور لقيت انو بعدنا عايشين ورجعنا بفوتونا على حبس او هو اذا بدك شبك وفتنا لهونيك اكيد بتعرض مين كانوا هو كنا بباب التباني بوقتا يعني بس مين اللي واقفو كنا معرفة تبعين لمين بتصور كانوا تبعين اي زمان غلطاني احدهم لنائب كبارة بوقتا هلا ما بعرف هلا شو صارت الامور بالترابلس وميدانيا ياما صارت قصص بدي كنت لحنا موت فيها وبالترابلس وخارج ترابلس ياما ومره ايجا حدا بدي يخطفنا انا وليمصورت انا عمل انا معهم معه المفوضات وكيف خلصت منه اجعب اني اقرب علي بدي ياخد مني التليفون من بعد انه جايين الشباب قالوا انت سلفة انا بنت اقتر من هيك ما فيك تقرب فرجع لورا ارسلت لورا اخذونا وقتا سيارة النقلة المباشرة اخذوها اربع ساعات وهجمة الدنيا واستطا طويله وطلعه عن قائد الجيش كثير صار معه ابترابلس بس ما تسألني ليش بحبها المدينة هون كنا متنا عن جد كنا متنا توني ان احنا بس فلينا من هيد الحادسة طلعنا بالسيارة كنت أنا وساعد عياد لما كان مفيت معنا جوه على الحدود الخط التميس وأبو عمر في محل أبو عمر صار يعمل هيك بقلبه ووقفت نزل جيبت مايكت أول مرة بحياتي بفهم شو معناتها انه يسقيع دمك واضحك اضحك ما عارف عشو عم بضحك وعالأعصاب لأنه نحنا ورجعين قلت له لأبو عمر قلت له نحنا بوكرا ما نرجع نطلع نغطي تلع فيي هيك قلت له إيه لأنه إذا طلعت زميلة تانية أو زميل تانية وقرروا أنه بدي يتحمسوا أنه هن يابا بدون نفوت على باب التباني أو 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 هيصير فيهم نفس الشي نحنا سلنا فهمين شو الموضوع وعنا قرادة اتصالاتنا وهو نسأل في خطأ كتير كبير من قبلهم فقلت له نحنا منرجع منطلع ورجعت طلعت تلع التاني نهار أنا أبو عمر نحنا ونزلين أنتو بتتخيل تتحكونا أنا صورة على المبنى قال لي دخيلك أنت صوتك بتكون كبير وأنا المصور بتكون صورتي صغيرة بفضل الموت لحالة على الموت سوا وأهلي تعرفوا بهالحادسة بعد تقريبا سنونس ما خبرتم بوقتها شيء اللي صار كمان موقف لو نحنا نقدر يعني هل يا شخص 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 وكل مرة بيطلع على الكاميرا وبيسلم و substاني روائر 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 أوائر لا 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 ما حاد يهام راهية home حتى teke إنتو سيدة إني حادي إنتو أن عزية المتابلات دائم ws видим عارسهم كان против الحيوذية دائم حركات ورا الكاميرا يعني في كلا رائف في هيدا الشخص كالله امتعاد يعني بدوا يقفوا ورا الكاميرا ويلعبوا بيشعراتهم ويسلموا ويضحكوا وهنا عارفين لأنه كلهم عبوا يقولوا تم ما خلس هيدا هيدا من أجمل القصص اللي عملتهم ما بندم علي لحظة بتعرف ليه تونيا بتعرف شو عني أنت أنت تكون على القرض وعم بتغطي وجهة الناس ومقاس الناس ومشاكل الناس وإنت عارف يحدا جديا جيتا يعمل كراكوس تعرف شو عني مرتكو عم تحكيني وتقلي أنا ابني مش قادر فوته ولا بجوزة ما معه ما صاري تحت لي يشتري حليب لابني بتبرو متلاقي واحد عبي يعمل هيك ويلعب بيشعراته ويعمل كراكوس هو زيته أصلا وينه هلنا بيعرف وينه هدول كانوا نزلين في جزء من اللي نزلوا على الثورة منتل هدول أشخاص تحت لي بس يعملوا حيثية لحالون وكراكوس ساعة بيجي يصابق شعر هوي قال أنا نيجر هذا في الشهرة هوي قال اكي مش معي أنا قلت له أكتر من مرة رجع بعدها صاري يعمل فيديو ويعمل وعمل فيديو كليب آخر شي فأذا أنا كان ما يحق بوقت وانا قلت له أكتب من مرة أنا وصلت لهون من بعد ما أول مرة يا عيسان ما توقف وراي فليز مول بدك يا مخت ليز نحنا جديين خي ما نجي تحت له مرة تلاتة أربعة إخشي باش شفته برامة قلت له لك خمس مرة عم بقول لك ما بقت وقف وراي فليز باحترام لا صدقني أنا رح إبعت وراك على مخابرات الجيش والأجهز الأمنية وميم مكان بيدينتك يسحبوك لأنو أنت عب تسيق ليقلنا كلنا سوا مش بس لقيل عب تسيق ليقلنا كلنا سوا لها المخلوق أو لها المخلوق تعرف من بعض أصلا شوف الناس كيف هجمت عليك أخشي نسي قلولو طب ما خلاص خلاص تقل الدم فحس شوي مع الناس يا أخي موقف شو بشعين بشعين يالي لو شو ما عملت وكيف ما عملت بادويناء بريك يا عمي اللي ضده للحكومة الرئيس الحريرة وقال له نبرافو وبعد يالي بـ 17-30 قال له نبرافو بس بعد في عالم مصرّة يعني هيدا النكد والناق يعني مش ما أقولش بشعين مش بشعين إنو بحياتكم العادية ما نكون قدرين تقشوا والشي اللي ها 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 يعني بارقة أمل ما حنقول ما إحنا أكترونيك كمان من تاني أكتر فيديو فخورة فيه مين المقصود البشعين مين؟ كان في بعض الأشخاص هني ردوا عليك هجموك بطريقة كتير كبيرة كمان على هذا الفيديو عادة 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 ما تركاش مين أصدق أنت بيه كان في كتير أشخاص أصدقون مش شخص بس محدد بس بالتحديد تتشوف هذا الفيديو بحادثة صح؟ مش اليوم ولا من ثلاث سنين بحادثة المختربين يالي نحنا جايين من ورا الشارع 17-60 شكلت حكومة بالتي هي أحصن حكومة أفضل من حكومة حسن الديب لم نحن بنا؟ لم نكن نستطيع وفي التي هي أحسن نحن نضغط على الحكومة نحصنا من نفس الدين التي براتها و التي تأتيتها لأن هذا أملنا ومثلت أن الشارع كان بقوتوا وكانوا قد يفرض عليها كانوا يجبون هذا الحكومة جابت المختربين تنظيم لدينا حولنا لم يجبون المختربين تابوليتون بعض الأشخاص بوقتها. إذا تتذكر صحفيين كان وزير الصحة عامل وقت مبارات المطار وهجموا عليه. يا يعيب شوم أنه كورونا نسيتوا تبعد اجتماعي وراء الوزير وزير الصحة طيب من كل هالموضوع. ونحن أنت بتعرف تحتالي ترجع تقلع ببلد بدك إعادة ثقة. بلا الثقة ما بتبني بلد الغوغائية ما بتبني بلد النقل حاله ما بيبني بلد الشعبوية ما بتبني بلد. فوقتها قلت أنت بشعين. طبعا بشعين. يعني أنت اليوم قديش نبيع حلو. ومرتب وليك شعراتك وجليتة بولتك وكل جرافاتش وإيجا قلت لك. بس تعرف هذا الزر والخط يا أختي. طيب لي بارك علي. طيب لي بارك علي. فينا ننتقد بس ننتقد تنبني. مش ننتقد تحتالي ندمر بلدنا. فينا من اليوم لبكرة أنا أكيد مين مرتاح مين ومسود. بس إذا بس لنكيات ما أنا نقضيها وهيدا الغوغائية مش بشعين. وحين وحقيرين بعد أكتر تونية لأنه هيك عبي دمروا بلدنا وليك وين وصلنا. كمان فيديو. استوقفني شغلي بمسألة النائب عدوان أنه المستشار ومستشار وعاملة القهوة ما هي بعض ناقص هي تقدر تعمل وزيرة. بس ما أنا نقل له للنائب شو شخصي لأنه مش موضوع شخصي ولكن هو اللي ذكر هذا الموضوع. في قتلي قتلة وميليشيات صاروا وزراء ونواب. في عالم كانت توقف تعمل حواجه صارت نواب ووزراء. يا محلة نقدر نقول عن ست عم تضيف قهوة بعرق شبينة بضمير بكرامة لأنه ما بدأت روح تسرق تحت اللي تقدر توصل. في نواب وفي وزراء ما معهم حتى برفقه هي كمان منا معلمة بركة تحت اللي تقدر توصل لذا الموضوع. بس يعلم منا معلمة عرفت كيف بوس ايدين تحت اللي تعمل نواب ووزراء. بتوفقني حسنتك عم تهز براسة. أكيد. وقام بيحكي عن وزارة الطاقة وعم بقول إنه من إنه مستشار لمستشار بعض ناقص يجيبوا اللي بتقدم قهوة يعملوها وزيرة. نقالت أول مرة. طيب ممكن تكون في زلة لسان وأنا كمان حكم علي بزلة لسان من مقصودته من فترة كمان من حوالي 3 شهر. بس رجعنا بالمؤدمر الصحاف رجعنا نعيدة نفس الجملة. طيب ما تبي وأنا ومع احترامي للنائب عدوين ببعث بتعفو شخصي بس حدا مسؤول والأهدم إنه ما أنت شو ما بتقول تو تستخدم بالسياسة. كل الميليشيات. مع أنه بتنقلت نائب عدوين ينطقي كلمات. لأ ومحترم كمان نائب عدوين كمان لأ أنا بعرف وعساية شخصي حدا محترم أقله بس. إليك مع أنه ينطقي كلماته يعني غريب. مش بسيك وتأنا تيكي منبسطوا العونية بالموضوع طبعا بسطوا كل ما بحبوا القوات اللبنانية وجماعة القوات بلشوا يسبوني. بوقت أن هو مش مسألة قوات كل الميليشيات كل لون. عيونك خضر يعني لم تفوت أنت وزارة صحة. عيونك طويل شباب ورياضة. وصلنا على تدخم باليادة اسمه الكتاع العام. وصلنا الرجل غير المناسب بالمكان المش مناسب ومناسب كله فوضى بفوضى. وصلنا للي وصلنا له. كل الميليشيات جزء منهم القوات اللبنية طبعا بس كل حدا رجع فات على الدولة بها الطريقة يتحمل مسؤولية. بس أقول لك شاهد الأخيرة إذا تسمح لي توني بهذا الموضوع. هلأ اليوم سأقبت النائب عدوان لأنه شخص يطلع على التلفزيون. أي نائب كان قال لك أنه كاد راح يكون الموقف نفسه. نائب أو مش نائب هذه الثقافة موجودة في مجتمعنا. هلأ اللي عم يحضرنا بيعرف. هلأ شو أنا اللحام هيك نمشي. شو ديكانجي أنا من أولى من سخف بعضنا بالموقع الاشتماعي وهذا حلام. تعرفي شو يعني اللحام اليوم. هاي النكتة اللي عملوها. إنه انتبهوا يكذب عليكم يقلكم لحام بيطلع مهندس أو يطلع محاميا. إذا جاي شي عريس لبنتكم. مضبوط. رشيل أنا بدي أتشكريك جداً. ويتمنى لك كل التوفيق بخياراتك. إن شاء الله تخدي الخيار الصحيح. والله يوفقك بكل خياراتك. شكراً لإلك. شكراً لإلكم مشاهدين على حسن المتابعة. وإلى اللقاء بإذن الله تصبحون على خير. اشتركوا في القناة.